الرحمن الرحيم دائما سلسل التعلم لينكس خطوة بخطوة بدون تسرره ومن خلال فيديوهات قصيرة إن شاء الله لنتعلم لينكس من البداية الاحتراف حتى التدبير أو لادمستراتيون إذن وصلنا إلى خطوة جديدة وهي ما هي مميزة لينكس؟ يوم على يوم سنة بعد سنة لينكس يأخذ السمعة الطيبة والفعالية وسرعة التنفيذ إذن فاسس بارفورمين سيسام وفعالي واتق جدا ومنظومة تشغيل موطوقة وأخذ السمعة جيدة إذن بعض المميزات المهمة وهي بلا بورتابيلتي أو بورتابيلتي بورتابيلتي يعني أن ماذا تعني كلمة بورتابيلتي وأن هذا التدبيق يمكن أن يشغل في بيئات مختلفة في أنظمة مختلفة في هاردوار مختلفة إذن لينكس يشغل بنفس الطريقة في حواسيب مختلفة وعلى بورتابيلتي يمكن أن يدخل بنفس الطريقة الهاردوار والتعاون على الرغم من البيئات مختلفة يمكن أن تسumes من تواسيب مختلفة في جميع الأمور يمكن لينكس أن يشغل في أي بيئات أي في أي حاسوب في أي هاردوار أو في أي مكوينة في في زعي الحاسوب فري السوفتوار إذن أهم عندما نقول مفتوح المصدر أو هذا يعني بأن لينكس can be download free from the internet يمكنك تحميل لينكس مجانا من النات free updates أنك يمكن أن تعمل تحديثات مجانية عكس windows no cost per user لا تمن بالنسبة لكل مستعمل نعرف بأن نظام تشغيل هو متعدد المستعملين إذن لا نقوم بالآداء عن كل مستعمل عكس بعض التطبيقات أخرى لشركات أخرى مثلا أنها نشتري التطبيق بمبلغ مالي ثم مقابل كل مستعمل ندفع بعض التعويضات إذن no registration fees and freely available source code إذن الكود هو الكود أو الكود المرمجي لنظام التشغيل لينكس متاح ويمكنك تبديله إن استطعت لنتاج عالمي لينكس يتناسب مع طموحاتك إذن أجلنا هنا and freely available source code إذا أردت إذا أردت تشغيل تبديل on the unix idea of security إذن كما قلنا بأن أصل لينكس هو ندام التشغيل unix القديم إذن unix كان نفتوح المصدر لعدة سنوات ثم أغلق ثم اضطر المبرمجون الذين يريدون البرمجيات الحرة لتطوير سيستم قنو لينكس وهناك من طور الكارن لينكس وهناك من طور القنو وبالتالي حصلنا على وهناك من طور قلنا وإذا أغلق وإذا أغلق هذه المنطقة لون من طور ممتع تشغيل 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 وعاً تشغيل لكس من طور الممتع تشغيل تشغيل مما تشغيل ويستعمل في الحماية ثم يمكن أن نشغل النظام لفترات عديدة ولونيكس يمكنك من تدبير جيد للمعداد الفيزائي للحاسوب كالذاكرة والقرص الصلب والحاسب اذا هذه بعض مميزات هناك مثلا مميزة اخرى مميزة اخرى وهي يعني سنتطلق الى هذه النقطة قد يكون لدينا مجموعة ترميل او مجموعة ترميل والكل يربط بالحاسوب المركزي والكل يأخذ جزء من الذاكرة ويمكن تدبير مستعملين كتر على مستعملين كتر لنفس نظام التشغيل فهو رغم التشغيل هناك تطبيقات يمكن أن تطبق في نفس الوقت وهذه من أساسيات أنظمة التشغيل الحديثة. إذن شكرا لانتباه لكم. هذه بعض أوجه أو درس نظري فقط لبعض شكرا لانتباه لكم وإلى اللقاء.